اكتشاف مقبرة جماعية جنوب الفلوجة يفجر أزمة جديدة في العراق حيث كشف تقرير خاص عثور عمال إنشاءات على رفاة عشرات الجثث ليقف العدد النهائي عند مئة جثة بحسب العاملين الميدانيين المقبرة الجماعية الضخمة تم الكشف عنها عند الطريق الرابط بين الفلوجة وبغداد وتحديدا قرب سيطرة السقور عند الطريق المؤدي إلى جنوب شرقي الفلوجة جماجم وعظام بشرية وبقايا ملابس مدنيين بينهم أطفال وأثار ثقوب وأصفاد توحي بأن مجزرة وقعت هنا وفقا لمصادر بدائرة الطب العدلي في الرمادي مسؤولون حكوميون قالوا إن المنطقة كانت تحت سيطرة الميليشيات ولم يصل إليها تنظيم داعش ما يؤثر تساؤلات عن جريمة تطهير عرقية حصلت في الفلوجة على يد ميليشيات الحشد الشعبي قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أكد أن من بين أبرز فصائل الحشد الضالعة في هكذا الجرائم هي كتائب حزب الله العراقي وبدر وعصائب أهل الحق وغيرها ممن سبق وارتكب سلسلة من الجرائم المشابهة بحق أهل المحافظات خلال أعوام 2014 و2017 واستغرب التقرير الصادر المحاولات المحمومة لسلطات المحلية لإسكاة ضوء الضحايا بعد الإعلان عن العثور على المقبرة الجماعية للسكان المحليين أنا أمو التسعة المفقودين من هذه الصغلاوية البحكاش أنا ولدي تسعة مفقودين عمامي وقرائبي وأهاليتنا كلهم فقدت أهالي الصغلاوية فأني تسعة أولاد مفقودين وهي أطفالهم بس أنا وأطفالهم ظلت المقبرة الجماعية في الفلوجة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة حصلت قبل أشهر قليلة حيث تم العثور على مقبرة جماعية لا تقل ضخامة شمال محافظة بابل حيث قدرت أعداد ضحاياها بأكثر من مئتي شخص دون أن تكشف الحكومة عن ملابسات الجريمة جابر الجودي الحدث